لما هب ودب الجزائر تسلح في هذه المنطقة قبل فترة كان هناك حملة فرنسية في مالي كان في كلام عن مكافحة جماعات إرهابية سواء كانت داعش أو جماعات تابعة للتنظيمين في هذه المنطقة دور الجزائر في هذه أليس الإرهاب أيضا الذي عانت منه الجزائر خلال العشرية الشهيرة أيضا هو خاطر على هذه الدولة يعني عمليا هناك مشكلة كبيرة اسم هذا النظام الجزائري وأزمة النظام الجزائري أنا شخصيا أحترم الحرب التي شنتها الجزائر على الإرهاب داخل أراضي الجزائرية ولكن المشكلة أن الجزائر لا تستكمل هذه الحرب عن طريق دعم الاستقرار والأمان في منطقة شمال أفريقيا كلها وفي الساحل الصحراوي الممتد من البحر الأطلسي إلى البحر الأحمر الجزائر تحاول أن تلعب بهذه الأوراق وتستغل الإرهاب خارج أراضيها لمصالح مرتبطة بالمصالح الجزائرية هذا أمر مؤسف للغاية وهذا ارتد في مرحلة معينة على الجزائر نفسها التي كما سبق وقلت أنا أحترم ما قامت به جزائر قال صعيد محاربة الإرهاب داخل الأراضي الجزائرية ولكن خارج الأراضي الجزائرية الإرهاب يصبح إرهابا مقبولا أو محببا الإرهاب داخل الأراضي الجزائرية يجب استثاثه وأنا معه الاستثاث أنا بهذا الموضوع استثاثي كل ما له علاقة في الإرهاب ولكن الإرهاب خارج الأراضي الجزائرية يمكن أن يستغل في لعب ألعاب جزائرية تتجاوز حدود البلد أنه هي الجزائر تصور نفسها أنها ما زالت لعبا إقليميا وأنها تقود حركات التحرر في العالم هذه اللعبة خلص ممجوجة وتجاوزها الزمن وعفت عنها الأحداث الجزائر جدية عندما تكون جدية في دعم الاستقرار والأمان في المنطقة والتوقف عن دعم ما يسمى هذه الأدات التي اسمها جبهة بوليساريو لأن هذه الجبهة بالنهاية هي أزمة حقيقية قابلة تحاول الجزائر دائما أن تصدرها إلى المغرب وإلى دول أخرى في المنطقة خاصة لمنطقة الساحة الأفريقي التي هي موضع تجازبات كبيرة في هذه اللعبة هي المنطقة